الأسباب الظاهرة والباطنة لرفع البلاء ووجوب طاعة ولي الأمر الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه الكريم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فالابتلاء من سنن الله عز وجل في الخلق حيث يقول سبحانه إنا خلقنا الإنسان من مطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا وقد جعل الله تعالى لرفع البلاء أسبابا ظاهرة وباطنة أما الأسباب الظاهرة التي يجب الأخذ بأقصى درجة منها وكأنها كل شيء فهي أسباب العلم واحتياطات أهل الاختصاص وتنفيذ التوجيهات التي تصدر عن مؤسسات الدولة الرسمية فطاعة ولي الأمر ومن يفوضه أو ينوب عنه من مؤسسات الدولة الوطنية واجبة حيث يقول الحق سبحانه وتعالى وأطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم يقول سبحانه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وأهل الذكر هنا هم أهل الاختصاص في كل مجال ومن ثمتا يجب شرعا عدم الافتئات على أي مؤسسة من مؤسسات الدولة في مجال اختصاصها ومن الأسباب الظاهرة الاهتمام بالنظافة فقد عنى الإسلام بالنظافة بصفة عامة وجعلها ضرورة شرعية لحماية الإنسان من الأمراض والأضرار يقول الحق سبحانه إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان ويقول صلى الله عليه وسلم طهروا أفنيتكم والأفنية تشمل في ناء البيت وفي ناء المدرسة والمصنع والطرق والميادين وغير ذلك كما عني الإسلام بغسل اليدين عناية خاصة عند كل وضوء حيث يقول الحق سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا كنتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنوبا فاتطهروا فغسل اليدين مع المرفقين أحد فرائض الوضوء يضاف إلى ذلك أنه يسن بدء الوضوء بغسل اليدين ثلاثة يتبع ذلك المضمضة فالاستنشاق فغسل الوجه ثم غسل اليدين مرة أخرى مع المرفقين على سبيل الفرض ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا كما يستحب غسل اليدين قبل الأكل وبعده وفي ذلك ما يؤكد أنه لا تعارض بين العلم والدين فالحفاظ على صحة الإنسان من صميم مقاصد الأديان يقول صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار فيجب اتباع كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من اتشار الأمراض والأوبية ومن ذلك منع المعانقة والتقبيل وتقليل المصافحة والبعد عن التجمعات ونؤكد أن الأزمات والمواقف الحرجة هي التي تظهر معادن الناس وتظهر حقيقة أخلاقهم فعلينا جميعا أن نتراحم فيما بيننا وأن نبتعد كل البعد عن الأثرة والأنانية وعن كل أنواع الاحتكار من البائع قصد رفع سعر السلع أو الشرح في الشراء والأنانية فيه من جانب المشتري بما يخل بتوازن العرض والطلب يقول صلى الله عليه وسلم لا يحتكر إلا خاطئ ويقول صلى الله عليه وسلم المحتكر ملعون ويقول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين إخوة الإسلام أما الأسباب الباطنة التي ينبغي أن تكون دائما نصب عيوننا فمنها حسن التوكل على الله يقول سبحانه فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين والتوكل لا ينافي الأخذ بالأسباب فقد قال رجل يا رسول الله أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل يقصد ناقته فقال صلى الله عليه وسلم اعقلها وتوكل فالواجب علينا في وقتنا هذا أن نأخذ بأسباب العافية والاحتياطات العلمية المعتبرة ثم نرد الأمر كله إلى الله عز وجل الذي بيده ملكوت كل شيء فذلك توكل لا تواكل ومنها الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل يقول تعالى فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرع فما أحوجنا جميعا إلى التضرع بصدق إلى الله عز وجل أن يرفع البلاء عن البلاد والعباد والبشرية جمعاء وأن تكون فرصة لأن يراجع كل منا علاقته بربه ومنها أن يحصن الإنسان نفسه بذكر الله تعالى يقول صلى الله عليه وسلم ما من عبد يقول في صباحي كل يوم ومسائي كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات فيضره شيء ويقول صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ومنها الصدقة يقول صلى الله عليه وسلم حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة وعدوا للبلاء الدعاء اللهم عافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت واحفظ بلادنا وسائر بلاد العالمين وآخر دعوانا للحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمود وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ترجمة نانسي قنقر